الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزنا علما ويقينا يا رب العالمين ثم أما بعد فقد كنا في الحلقات الماضية وهذه الخمس الماضية وهذه السادسة طبعا في الحلقات الماضية حاولنا أن نعلق على مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله في رسالتي وهي مقدمة نافعة ماتعة فيها من الإرشادات التي أرشدنا فيها إلى أو نقول مفاتيح لهذه الرسالة حيث ذكر في ذلك جملة من الأصول والفروع وأشار إلى المنهجية التي سلكها في رسالتي رحمه الله ومقدمة كل كتاب هي دليل أو فهرصة ميسرة أو مختصرة لذلك الكتاب نعم ونشرع الآن في كتاب ما تنطق به الألسنة وما يجب أن تعتقده القلوب من واجب أمور الديانات كما ذكر رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب وهو أول الأبواب التي عنونها في رسالتي رحمه الله وهذه الرسالة كما قلت مسندة بألفاظها إلى الإمام بن أبي زيد رحمه الله عليه وكنا قد أخذناها قراءة على مجموعة من الشيوخ أنا كتبتم هناك منهم بتواقعهم منهم شيخنا المسند الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني وهو قد أخذ عن والده رحمه الله عليه عبد الحي الكتاني وهو معروف من علماء الإسناء وأيضا الشيخ العلامة ظاهر الحق المبارك فوري رحمه الله عليه وقد توف فيه قريبا وهو آخر تلاميذي الشيخ المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي في شرح الترمذي وأيضا الشيخ العلامة المسند عبد الرحمن أو عبد الله بن حمود تويجري من بلاد الحرمين وكذلك الشيخ المسند مصطفى بن حسن القديمي من علماء اليمن ومسنديهم وكذلك الشيخ المسند علي صغير زوبر الأهدر والحمد لله هذه تقرأتها عليهم بتواقعهم هنا ربما سنصورها بعد تمام الرسالة ليس الآن لما خلص الرسالة إن شاء الله نعم إذن هذا باب ما يجب أن تنطق به الأنسنة وتعتقده الأفئدة أي باب ما يجب أن تقوله وما أن تعتقده بقلبك من واجب أمور الديانات نعم بسم الله من ذلك الإيمان بالقلب ونطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره نعم إذن أول ما ينبغي أو يجب على العبد أن يؤمن بقلبه بأن الله سبحانه وتعالى وينطق أيضا بلسانه بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له سبحانه وتعالى فمن اعتقد بقلبه وهو قادر على النطق بلسانه فلا ينفع اعتقاده ومن قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فلا ينفعه قوله كما فعل المنافقون حيث أنهم قالوا ذلك بألسنتهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة أي وقايا حتى لا يقتلوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا بألسنتهم وثم كفروا أي بقلوبهم والعياذ بالله حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في آخر الأمر أن يصلي عليه لأنهم كفار العياذ بالله من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره وهذا الذي يجب أن يقوله المسلم وأن يعتقده فمن اعتقد غير ذلك فهو كافر لو اعتقد أن مع الله إلها أو شخصا أو رسولا أو ملكا أو نبيا أنه يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع فهذا مخالف للإعتقاد الصحيح وإنما يعتقد أن الله إله أي معبود واحد جل وعلا واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله جل وعلا لا يشبه أحد من خلقه ولا نظير له في ملكه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مكافئ ولا نظير ولا شبيه نعم أن الله إله واحد وهذا الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام الله ما أرسل رسول إلا ليوحد الله عز وجل ليدعى للتوحيد لعبادة الله وحده لا شريك له نعم ولا شبيه له لا إله غيره ولا شبيه له أي ليس له مشابه ومماثل نعم ولا نظير له أيضا مرادف من الشبيه أي ليس له شبيه ولا مماثل جل وعلا نعم ولا ولد له ولا ولد له وقد بدأ بالولد لأنه أكثر ما أشرك بالله سبحانه وتعالى فيه فقالت اليهود لعنة الله عليهم قالت اليهود عزين بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقال مشرك العرب قالوا إن الله سبحانه وتعالى بنات اصطفى البنات على البنين فجعلوا لله سبحانه وتعالى وجعلوا له البنات وهذا من الكفر والعياذ بالله وهناك أيضا الله سبحانه وتعالى كما قلت لما ذكر في سورة الإخلاص قدم نفي الولد على الوالد ما في أحد المشركين قال لله والد وإنما قالوا له ولد ولو صاحبة فقال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فبدأ بنفي الولد سبحانه وتعالى وأيضا نفى الوالد جل وعلا لا والد له نعم ولا والد له ولا صاحبة ولا زوجة له لأن من له زوجة فهو فقير وضعيف يحتاج إلى من يعينه في حياته والله سبحانه وتعالى غني غنى مطلق لا يحتاج إلى أحد من خلقه بل هم محتاجون إليه مفتقرون إليه سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله قال سبحانه والله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد ما اتخذ صاحبة ولا ولد نعم وقال سبحانه بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة فهو جل وعز منزه عن الولد وعن الوالد وعن الشبيه وعن النظير وعن الصاحبة نعم لا شريك له وهذا تأكيد لما قاله من أنه لا إلى غيره ولا شبيه له ولا نظير بل هو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في سلطانه ولا شريك له في ملكوته ولا يشارك أحد في حكمه سبحانه وتعالى قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا لأنه يقع التمانع أحدهم ولا بد أن يكون أقوى من الآخر فالقوي هو الله وكل ما سوى الله عز وجل من معبود فهو باطل ولذلك قلنا هذا التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود الإله بمعنى المعبود من آلها يأله عبد يعبد وقد جاء في قراءة شاذة ويدرك وإلهتك أي عبادتك نعم إذن فهذا معنى العبادة ومنه طريق معبد يعني بمعنى مذلل مسلوق إلى آخره نعم ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريتهم قضاء نعم ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريتهم قضاء فهو الأول لم يكن قبله شيء سبحانه وتعالى وليس بعده شيء كما جاء في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء إذن هو الأول سبحانه وتعالى وهو الآخر وطبع النفي الشبيه والنظير متضمن إثبات كمال أحدية الله سبحانه وتعالى وتنزيه عن كل نقص فكل صفات الكمال هي لله وكل صفات النقص هي للمخلوق وما اتصف الله إلا بالكمال جل وعلا فكما قال كل ما جاء في القرآن من نفي شيء عن الله فإنه متضمن لضده فالله سبحانه وتعالى من اتصف إلا بالكمال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولا يظلم ربك أحد نفع عن نفسه الظلم إذن فضده النقص وما يعزب عن ربك من اثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين دال على إثبات كمال علمه والآية التي قبلها دال على كمال عدله سبحانه وتعالى وجبروته جل وعلا نعم لا أولية لوجوده ولا آخرية له سبحانه وتعالى لا لآخرية إنقضاء نعم ولا يحيط بأمره المتفكرون نعم لا يبلغ كنها صفته أي حقيقة ذاته جل وعلا ولذلك لا يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم صفات الله تبارك وتعالى إلا الله أو ما جاء على لسان أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام ومن ادعى سوى ذلك فهو كاذب لأنه لا أعلم بالله منه جل وعلا فهو الذي وصف نفسه لرسله وانبلغ صفاته عليه عز وجل على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام والذي قال لا يبلغ كنها صفته الواصفون كما قلت الكنه أو كنه الشيء هو حقيقته نعم ونهايته وعرفته كنها المعرفة بمعنى عرفته حقيقة المعرفة نعم لا يبلغ كنها صفته الواصفون فكل من وصفوه من غير طريق الوحي فهم كذبة لأن الله عز وجل قل قل الله الله أعلم الله سبحانه وتعالى أعلم بحيث يجعل رسالته الله أعلم سبحانه وتعالى إذن بنفسه بذاته بصفاته بأحديته بكماله فلذلك يعني أوحى إلى رسله بعض الصفات فهم بلغوها إلى الناس نعم وطبعا عندما نقف عند صفات الله عز وجل نجد أن العرب الأقحاح الذين نزل فيهم القرآن وتحداهم أن يأتوا بصورة مثله أو آية أو عشر صور لم يعارض أبدا في أمر الصفات سبحان الله العظيم كانوا يفهمون يفهمون لغة العرب فلا أبو بكر لخير الرسول يقول اشرح لي أبو بكر ما قال اشرح لي هذه الصفات ولا أبو جهل أيضا اعترض وقال هذا الرسول الذي جاءك مكذب عن الله ويقول فيه صفات لا يستحقها أبدا ما عارض لا هذا ولا هذا وكما كانوا يبحثون عن الشبهات ودحظها ودحظ هذه الرسالة ولكن لم يقولوا هذا نعم إذن ولا يحيط بأمره المتفكرون أيضا لو تفكر إنسان ليلا ونهارا لعجز أن يصل إلى كنهذات الله عز وجل لأن عقله محدود نحن الآن بصرنا محدود نحن ننظر هذا الحائط وهذا الحائط وهذا والسطح لكن لا نرى ما فوق السطح ولا وراء الحائط ولا وراء الحائط هذا إذن بصر محدود فكذلك العقل محدود عنده سقف يصل إليه ثم ينتهي فمهما تفكر الإنسان فإنه لا يستطيع أن يصل إلى كنه الله وحقيقته ولذلك ينبغي أن يتفكر في خلق الله ليزداد إيمانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فلا يتفكر الإنسان في الله وكل ما خطر بذلك فالله مخالف لذلك لأنه لا تدركه الأوهام ولا صفات الخيالية وكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك سبحانه وتعالى نعم يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون فيما يت ذاته نعم قال لا يتفكرون فيما يت ذاته كما قلنا للحديث الذي مر معنا قال طبعا هناك قد تأتي الإنسان وسوسة وسوسة يأتي الشيطان كما جاء في حديث أبي هريف الصحيح صحيح مسلم أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق فلان من خلق كذا فيقول الله فيقول له من خلق الله وقد قال النبي سلم هذا لأبي هريرة وقد جاءه أناس بعد وفاته بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن شأن الخلق ثم قالوا له من خلق الله فأخذ حصى وجعل يتفل ويقول صدق حبيبي صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أمر الوسوسة الوسوسة إذا كانت في القلب ولم ينطق بها الإنسان لا يؤاخذ عليها لكن إذا نطق بها سيؤاخذ عليها والوسوسة قد يأتيك الشيطان ويأتيك بأفكار عن الله عز وجل وكذلك فعلاجها أن تقول آمنت بالله ورسله وتدفل على يسارك تدفل مش تدفل كما يفعل الراقي ثم تتعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وتقرأ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفو على أحد ويتوقف عن التفكير ويشغل نفسه فيما سوى ذلك فإنه لو بقي يتفكر لن شغل وضيع إيمانه وشك الصحابة رضي الله عنهم الوسوسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يأتيهم بهذا فقالوا يا رسول الله إنه ليأتين يعني في قلوبنا ما نستحي أن نقوله فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ولا يمكن للشيطان أن يوسوس إلا في قلبي مؤمن بالله لا يوسوس في قلب كافر وقد قال اليهود دعنت الله عليهم وقيل لابن عباس رضي الله عنه إن اليهود يقولون إن الشيطان لا يوسوس لنا فقال وما يفعل اللص ببيت خريب اللص ما يمشي البيت ما فيه لا متاع ولا فلوس ولا شيء يمشي البيت عامر هو يسلق منا والشيطان اللص فإذا وجده خريبا ما يفعله هو خلاص بالجيب هذا ما يشمع الجهنم نعم أعد إذن ينبغي للمتفكرين أن يعتبروا بآياته سبحانه وتعالى فينظروا في ملكوت السماوات والأرض نعم ولا يتفكرون فيما هي في ذاته نعم ولا يتفكرون فيما هي في ذاته سبحانه وتعالى لأن الله تبارك وتعالى نهان عن ذلك ونهان نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا يمكن الإحاطة بشيء من ذلك أبدا لا لنبي ولا لرسول ولا لملك ولا لصالح ولا غير ذلك وإنما ينبغي أن نؤمن بهذه الصفات وهذه على ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام من إقرار وإمرار نعم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نعم طبعا الشيخ رحمه الله المصنف أورد هذه الآية ليستدل بها على ما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إذن فأحق من يصف الله تبارك وتعالى هو من هو الله عز وجل هو يصف نفسه بنفسه ويصفه الأنبياء والرسل بما بلغهم الله عز وجل بما كلمهم وأوحى إليهم به أما ما سوى ذلك فهو افتراء وخلط على الله عز وجل ولذلك ينبغي للصفات أن نقرها ونمرها من دين تأويل ولا تعطيل ولا فلسفة ولا غير ذلك نعم ولا يده حفقهما أي لا يثقل الله سبحانه وتعالى ولا يكرث حفظ السماوات والأرض أنت لو أعطت قرورة تحفظها لا نعستها وتركتها تسقط ها ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن يناء جل وعلا ولا يثقله حفظ شيء كائن من كان فهو الله الخالق سبحانه وتعالى القادر ولذلك أورد هنا جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى نعم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير نعم قال العالم الخبير أي هو سبحانه وتعالى العالم أو العليم الخبير كلاهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يدلاني على صفتي العلم والخبرة فهو عالم وخبير جل وعا بما تقول إليه الأمور وبما تكون عليه وقد قال الله سبحانه وتعالى فيما لم يكن لو كان قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نه عنه يعني أهل النار يقولون ربنا أرجعنا نعمل صالحا قال ربي ولو ردوا لعادوا لما نه عنه فهو عالم سبحانه وتعالى وخبير بما سيقول إليه كل شيء لو قدر الله أن يكون ذلك الشيء ولذلك قيل علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون تشكون يعودها يعرف هذه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون إذن فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الشيء الذي شاءه الله أن يعرفه الخلف عرفهم به ولذلك ينبغي أن يتأدب مع الله في صفاته وأسمائه جل وعلا السميع البصير أو المدبر القدير فهو المبرم للأشياء سبحانه وتعالى بعلمه وبآثار هذه الأشياء ويعلم دذورها أي ما ستأول إليه هذه الأشياء وهذا الإسم لم يرد صحيحا في أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة حديث الترمذي الذي فيه إن الله تسعة وتسعين اسمان من أحصى دخل جنة هو الله الذي لا إله إلا وعالمه هذا حديث ضعيف أصلا ولكن أيضا هو ورد فيه ولكن ليس بصحيح كلمة المدبر لم تأتي في حديث صحيح ولم تأتي أيضا في كتاب الله بهذا الإسم وإذا ما جاءت بصيغة الفعل يدبر الأمر سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون إذن جاء هذا الإسم بصيغة الفعل فقط ولم يأتي بصيغة اسم الفاعل المدبر جل وعلا طيب قال القدير فهو سبحانه وتعالى قدير وهذا لفظ مبالغ من قادر وهو يدل بأن الله سبحانه وتعالى تام القدرة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى ولا يلابس قدرته عجز ولا فتور ولا لغب بأي وجه من الوجه ولذلك اليهود عليهم لعنة ربنا المعبود قالوا بأن الله خلق السماوات والأراضين ثم استراح يوم السبت تعرفون هذا اليهود قالوا لعنة الله يوم فقال الله عز وجل وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ صَحَ حَلَيْهِ الْآيَاءِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبِ حتى مجرد كما نقول لهم ربما يقول إليك هذا الأمر إلى التعب النصر سبحانه ما مسه ذلك وما مسنا من لغوب فهو تام القدرة جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا يلابسه عجز سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد أن يعينه في شيء من الأشياء السميع البصير وهم أيضا صفتان اسمان ثابتان الله عز وجل يتضمنان صفتين إذن هنا اسم وصفة السميع وصفاته السماء والبصير ومن صفاته البصر وهذا كثير في كتاب الله عز وجل وهذه الألفاظ ما أورد هكذا لأن بعض المعتزل وغيرهم قالوا هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة من الفلذكة والفلسفة والله عز وجل قال قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ليش؟ إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى وقد ذكرت صفة السمع والبصر في كتاب الله كثيرة كثيرة جداً لذلك يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو صفة السمع التي تليق به جلال جلاله سبحانه وتعالى دون أن تؤول لن تسوي في راسك شيء ليس كمثله هذه تقطع لك قال وسأوس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والبصر أيضاً له صفة سبحانه وتعالى أن نقرها ونمرها كما جاءت قال البيهق رحمه الله السميع من له سمع يدرك به المسمعات والبصير من له بصر يدرك به المرئيات وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته جل وعلا غير منفصلة عنه فهي صفات قائمة به جل وعلا نعم يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط علوقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل الله سبحانه البعوضة بالسفن نشوفه الله تشوف المخ التاعها يجري في الساق التاعها قد هذا الساق يشوف الدم يمشي في الشرائين يشوف الجنين تاعها في بطنها سبحان الله ولذلك الله سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات ووسع بصره كل شيء جل وعلا ولذلك يؤمن بالإنسان كما أخبرنا بها سبحانه وتعالى وكما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نعم العلي الكبير العلي على خلقه سبحانه وتعالى وهذا أيضاً الإسم يتضمن إسماً وصفة الإسم وهو العلي والصفة هي العلو والعلو المطلق علو الذات علو القهر علو القدرة سبحانه وتعالى فإنها من لوازم العلي جل وعلا فهو علي في ذاته علي في قدرته علي في قهره سبحانه وتعالى فله العلو المطلق بكل اعتبار ومن كل الوجوه وقد قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى جل وعلا إذن نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا عند اسم العلي ونسأل العلي الأعلى أن يمنى علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة